اهلا بكل مشتركين في قناة عربيدي في الفيديو النهاردة هنتكلم عن بيجوتا 3008 فيسليفت 2021 وطرحها رسميا في مصر تابعوا معنا الفيديو للنهاية كشف مانسكو توكيل سيارات بيجو في الاسواق المصرية رسميا اليوم عن بيجوتا 3008 الشكل الجديد 2021 وذلك في مؤتمر تم اعداده في مدينة اسواق لطرح بجو 3008 وبجو 5008 فيسليفت 2021 وذلك بعد طرح بجو 2008 منذ اسابيع سيارة بجو 3008 تتوفر حاليا في الجيل الثاني والذي ظهر لأول مرة سنة 2016 والنسخة الجديدة التي تم طرحها حاليا هي النسخة المحسنة من الجيل الثاني السيارة تصنف كروس اوفر مدمجة الحجم تأتي السيارة لتدخل في منافسة مع سيارات مثل اوبل جراند لاند وستروين سي فايف وسكودا كاروك كما تنافس كياس بورتاج وهيوندايتو ساين النسخة المحسنة التي تم طرحها اليوم في مصر هي النسخة التي تأتي لتقدم لغة التصميم الاخيرة من بيجو وهي نفسها التي رأيناها في بيجو 5008 وبجو 2008 في السوق المصر ونجد في المقدمة السيارة انه تم الاستغناء عن الفريم الكروم الذي كان موجود في الشكل السابق لتصبح الشبكة الامامية اكبر بفرق واضح ونجد الاكسدام الامامي بفتحات تهوية تعطي شكل جمالي اما عن التغيير الاكبر في المصابيح الامامية حيث نجد تصميم الكشفات الامامية بنفس الشكل السابق لكنه مدمج في الشبكة الامامية ليعطي شكل اكثر عصري كما جاء الناب الشهير والذي يمتد من الكشفات الامامية وحتى الاكسدام الامامي في شكل رياضي عصري جدا اما عن التصميم الجانبي والخلفي فلم تحدث اي اختلافات عن الشكل السابق ومن الداخل نجد نفس التصميم السوري المميز لكن بشاشة وسطية بقياس اكبر ومع تطويرات ملحوظة في نظام بجو اي كوكبت بالنسبة للمحرك فهو 4 سلندر 1600 سي سي تيربو قوة 165 حصان عزم دوران 240 نيوتر متر فتيس اوتوماتيك اعتيادي 6 نقلات نظام جر امامي العجلات تصرع من صفر المية في 8 وتسعة من عشرة ثانية اقصى سرعة للسيارة 206 كيلو متر في الساعة ساعة خزان الوقود 53 لتر متوسط استهلاك البنزين 6 لتر لكل 100 كيلو الارتفاع على الارض يصل الى 22 سنتي دي كانت المواصفات الميكانيكية التي تقدم بها السيارة في السوق المصري حيث تأتي السيارة بنفس منظومة الدفع المتواجدة في الشكل السابق بلا اي تعديلات او اختلاف تأتي السيارة مع العديد من التجهيزات وسائل الامان حيث نجد انها تأتي مع كشفات لد امامية وخلفية مع سقف وامريات وقوائم باللون الاسود ومخرج عدم مزدوج ونجد ايضا شاحن وايرلس لشحن الهواتف وكاميرا امامية وخلفية وفتحة سقف بانوراما ومثبت سرعة بالنسبة للجنود متوفرة بجنود 17 و 18 و 19 بوصة على حسب الفئة مع امكانية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائية ومن الداخل نجد كلاسي كهربائية تدعم التسخين والتدليق والقطنية وفرش داخلي من الجلد النابة بالالوان الاحمر والاسود وتطعيمات تأخذ مظهر الخشم كما نجد تكييف سنائي المناطق وايضا تارا مالتي فونكشن مع بدلات سرعة خلفها ونظام بجو اي كوكبت بشاشة عدادات ديجيتال بقياس 12 و 18 بوصة وشاشة وسطية 8 بوصة او 10 بوصة تدعم ابل كار بلي واندرويد اوتو ومن خلالها يمكنك التحكم في نظام صوتي من ست سماعات عادي او فوق اما عن وسائل الامان فالسيارات تأتي بعدد ست وسائل هوائية و اي بي اس و اي بي دي ونظام السبات الالكتروني ونظام دعم الفرامل مع فرامل يد كهربائي كما نجد مستشعر قياس ضغط الاطارات والمساعد في صعود المنحدرات وحساسات ركن امامية وخلفية ونظام التعرف على لوحات واشارات المرور وتنبيه النقاط العمياء وتحذير مغادرة الحرار المرورية مع نظام المساعدة في الراكن بالنسبة للأسعار فالفئة الاولى هيكون سعرها 500 الف جنيه اما الفئة التانية 550 الف جنيه الفئة التلتة جيتي لاين ب 630 الف جنيه والفئة الرابعة والاعلى تجهيزا ب 680 الف جنيه بالنسبة للكماليات اللي هتكون في الفئة الاولى جنود 17 بوصة كاميرا خلفية قطبان للسقف وسقف ومرايات جانبية وقوام باللون الاسود ومرايات تدعم التسخين والطايق كهربائيا باشارات كشفات لد خلفية وزجاج فومي خلفي وحساسات امامية وخلفية المساعدة على الركض وتكييف سنائي المناطق وشاحن لاسلكي وشاشة عددات ديجة 13 و 13 بوصة وشاشة وساطية 8 بوصة ونظام صوتي من 6 سماعات وكافة وسائل الامان ودي هيكون سعرها 500 الف جنيه اما الاضافات اللي على الفئة التانية فامكانية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيا وجنود قياس 18 بوصة وفتحة سقف بانوراما وتطعيمات من الجلد وكريسي تدعم القطانية ونفس وسائل الامان الموجودة في الفئة الاولى ودي هتكون سعرها 550 الف جنيه اما الفئة التالتة فبينضاف عليها نظام اضاءة لد بالكامل ومخرج عادل مزدوج وتنبيه النقاط العمياء والتعرف على اشارات المرور ونظام تنبيه من الخروج من الحرى المرورية ودي هتكون سعرها 630 الف جنيه اما الفئة الرابعة والاعلى تجيزا فهينضاف عليها تطعيمات خارجية باللون الاسود وجنود 19 بوصة وشاشة 10 بوصة ونظام صوتي فوكل من 6 سماعات ونظام المساعدة على الركض ودي هتكون سعرها 680 الف جنيه وبكده يكون انتهى التقرير بتاعنا عن بيجو 3008 فيس ليفت الشكل الجديد ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وشير واستنونا في فيديوهات جاية من قناة هاروبيتي ترجمة نانسي قنقر